بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين ثم أما بعد مستمعي الكرام ما يزال حديثنا موصولا مع أولئك الذين ينكرون ختم محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالات وأنه مرسل إلى جميع الخلق وإلى الثقلين إنسهم وجنهم إنهم أولئك الذين دائما يناوئون رسول الله حينما كان بين الناس بروحه وجسمه الشريف وأيضا تابعوا نقدهم لرسالته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى إنهم أهل الكتاب لقد ناقش أهل الكتاب المؤمنين في كل زمان ومكان فادعوا أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما أرسل إلى العرب خاصة بينما رسالتهم ما تزال قائمة كيف هذا؟ إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أكد على هذه الحقيقة الكبرى وهو أنه خاتم الأنبياء والمرسلين ولقد ناداه ربه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان بالمؤمنين رحيما النبي كانت رحمته وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس قرآنا يمشي على الأرض وقد جاءت رسالته عامة إلى الثقلين حيث خاطب النبي الإنس والجن وقد استمع الجن إلى كتاب الله عز وجل فما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو كتاب الله فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا وقال الجن ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد وقال النبي ذلك لأصحابه عندما تلع على مسامعهم سورة الرحمن فقال إن الجن كانوا أحسن منكم ردا ما تلوت عليهم قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا وقالوا ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد أيضا الجن قد صرفهم الله عز وجل إلى رسول الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا أجيب داعي الله يا قومنا أجيب داعي الله كان الجن يقول كما قحك القرآن عنهم وأن منا المسلمون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ولقد أرسى الله عز وجل هذه القاعدة في القرآن وأنزل سورة عظيمة سورة الجن وقد أكد ذلك الحق تبارك وتعالى أكد على هذه الحقيقة أيضا في سورة الأحقاف وفي سورة محمد في سورة الرحمن أكد النبي على هذه الحقيقة إذن رسالة النبي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان خطاب الله عز وجل للثقلين في القرآن دلالة على أن رسالة محمد إنما هي للناس كافة ولذلك صدق النصارى برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لازمهم نقول لهم إن صدقتم معشر النصارى برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لازمكم حتما أن تصدقوا في كل ما يخبر به عن ربه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مرسل إلى الناس عامة فيلزمكم معشر النصارى أن تصدقوا بأنه مرسل إلى الناس عامة كما أخبر بذلك فقد أرسل الله عز وجل رسله وبعث كتبه في أقطار فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله وأرسل كتبه إلى سائر الأقطار حيث فتح النبي حيث دخل النبي المدينة وأسس دولته فأسسها على بناء المسجد كما نعلم وأسسها كذلك على المؤاخى ثم إنه آخى بين المهاجرين والأنصار وقدم شيئا عظيمة وهو الوثيقة التي عرفت بألمع المواثيق على الإطلاق بين أهل المدينة كافرهم ومنافقهم ويهودهم وكذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة العلاقة بين الإسلام وبين الأديان الأخرى عندما أرسل النبي رسلا إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الدنيا كلها لماذا يدعوهم للإسلام قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذه الآية تؤكد على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت لأهل الأرض جميعا وفي مقدمتهم أهل الكتاب